كثرت انهيارات المباني في مختلف مدن العراق سواء تلك الموجودة أصلاً أو التي ما زالت قيد الإنشاء مهددة حياة العراقيين ولعل أبرز الانهيارات ما حدث من سقوط ثلاثة مباني قيد الإنشاء قبل بضع أشهر في بغداد والأنبار وأربيل خلال 24 ساعة فقط مسفرة عن إصابة ما لا يقل عن 20 شخصاً بجروح حوادث انهيار المباني خلال الفترة الماضية يقابلها عدم تحرك حكومي جاد للوقوف على أسباب الانهيارات والشروع بمحاسبة الجهات المسؤولة عن تشييد تلك المباني أو عدم إعمارها رغم التحذيرات التي أطلقها الدفاع المدني بشأن وجود أكثر من 2500 مبنى حكومي وأهلي آيل للسقوط في محافظات البلاد وهو ما يشكل خطراً كبيراً يهدد حياة ساكنيها أو العاملين فيها باستثناء بعض عمليات الإخلاء لتلك المباني ويؤكد عدد من المهندسين المختصين في مجال البناء أن قسماً من المختبرات الأهلية والحكومية تفتقدوا لدقة الفحوصات الهندسية للمواد الإنشائية نتيجة غياب الدور الفني والرقابي لنقابة المهندسين على المكاتب الاستشارية وعدم محاسبة غير المجازة منها إلى جانب سوء التخطيط وإعداد تصاميم من قبل مهندسين غير مؤهلين ووفقاً لمختصين في مجال البناء فإن أغلبية المباني التي شيدت في العراق بعد العام 2003 لا تمتلك معايير تطابق شروط السلامة العامة التي تفرضها الجهات الحكومية ممثلة بوزارة الإسكان والإعمار والتي تملصت من جانبها من قضية انهيارات المباني وقالت إنها لا تمتلك صلاحية على مشاريع القطاع الخاصة لكونها من مهام دوائر حكومية أخرى ومنذ شهر تشرين الأول الماضي تم تسجيل العديد من حوادث انهيارات المباني وكانت حصيلة تلك الحوادث عشرات القتلى والجرحى من ضمنهم أفراد من الدفاع المدني لكن دون محاسبة أي جهة متهمة بالتقصير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر